مجلس الوزراء السعودي هذا نتيجة للانتهاكات الجسيمة التي تمارسها السلطات في الدوحة سرا وعلنا طوال السنوات الماضية بهدف شق الصف الداخلي السعودي والتحريض للخروج على الدولة والمساس بسيادتها واحتضان جماعات إرهابية وطائفية متعددة تستهدف ضرب الاستقرار في المنطقة مجددا نتأكيد على أن المملكة العربية السعودية ستظل سندا للشعب القطري الشقيق وداعما لأمنه واستقراره بغض نظر عما ترتكبه السلطات في الدوحة من ممارسات عدائية